والرسالة موجهة إلى كل المشاهدين الكرام هذا الدواء أتحدث الآن عن الدواء الموجود في وزارة الصحة سواء كان هذا الدواء منشأ أمريكي أو منشأ عربي أو آسيوي أو عراقي يخضع لنفس آلية الفحص نفس آلية الفحص دواء فعال وآمن وسليم هذه المعايير الثلاثة فالدواء العراقي لو كان ما تنطبق عليه هذه المعايير يرفض وتصير بعض الأحيان وحتى أدوية أجنبية ممكن أن تفشل بالفحص وترفض دواء العراقي المصنع داخل العراق هو دواء فعال وآمن وسليم وهذه دعوة المواطنين العراقيين للاهتمام بهذا الموضوع وتقبل الأدوية العراقية